بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد تحدثنا في جزء سابق عن بعض أمراض الحنجرة ونتحدث الآن عن مجموعة أخرى أيضا من الأمراض المنتشرة عند من يشتكون من أمراض الصوت أحد أمراض الصوت أو مشاكل الحنجرة أو مشاكل الصوت التي يعاني منها البعض ما نسميه حبيبات أو عقيدات الثناية الصوتية بهذه الصورة ترون عند السهمين هناك انتفاخين بروزين صغيرين في كل ثانية صوتية وتجد هذه الحالات أكثر في النساء وأيضا في الأطفال ونشاهدها في من يكثرون ويستخدمون الحنجرتهم بشكل مكثف وكثير كثير من الصراخ المزمن المتكرر ما رفع الصوت مشكلة حميدة لا تحتاج إلا في النادر للجراحة تحتاج إلى علاء تشخيص جيد بعد تاريخ مرضي ثم عمل ما نسميه جلسات العلاج الصوتي التي تزيل الأسباب وبإذن الله تزيل هذه البروزات وفي حالات قيلة جدا قد تحتاج بعض الجراحة وهذه ما نسميه حبيبات أو عقيدات الثناية الصوتي هناك حالة أخرى مختلفة نسميها سليلة أو لحمية الحبال الصوتية تجدون هنا هذا الانتفاخ على الثنية أو الحبل الصوتي الأيسر عادة تبدأ بإحمرار في هذا الانتفاخ وحيان يصحبه في بداياته إحمرار لطول الثنية أو الحبل الصوتي هذا نزيف حصل في الحبال الصوتية في بداياته ثم تكونت هذه اللحمية هذا النوع من المشاكل يحدث عادة عند رفع صوت حاد للصوت رفع صوت قوي ومفاجئ ضحك سريع وقوي بكاء شديد ضحك قوي صراخ في أوقاء أو مواقف معينة فيحصل نزيف داخلي تتجمع مع الوقت لتقوين هذه اللحمية هذه حالة أخرى مختلفة هنا يتكون ما نسميه كيس الثنية الصوتية تلاحظون هذه المنطقة البيضاء عند السهم تخرج تتكون في داخل جسم الثنية الصوتية كيس أحيانا يكون مملوط بسوائل وأيضا يكون بسبب إجهاد للصوت إرهاق للصوت استخدام مبالغ فيه للحنجرة أو أحيانا تكون أساب وراثية هذا النوع من المشاكل الحميدة بإذن الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصالها وبإذن الله يتحسن الصوت في كثير من الحالات من الحالات الأيضا التي نشاهدها ما نسميه وذمة راينك راينك هذا اسم عالم هو اكتشف هذه الحالة هذه حالة مختلفة عن الحالات الأخرى تشاهدون هذا الانتفاخ؟ هذا الانتفاخ يحدث في أحد الثنيتين الصوتيتين أو في كليهما تأتي هذه الحالات بسبب التدخين أو بسبب ارتجاع متكرر لأحماض المعدة كما تحدثنا سابقا من المعدة عبر المريء إلى الحنجرة فتؤثر على الثني الصوتية فتتجمع سوائل داخل كل حبل صوتي أو ثنية صوتية هذه الحالات إذا تركت ولم يتوقف المريض عن التدخين ولم يعالج الارتجاع قد يتتحول هذه الانتفاخات إلى التصاقات تبدأ عملية تجفية في المنطقة يحاول الجسم التخلص من هذه السوائل فتجف وتحصل تليفات قد يصعب علاجها حتى لو كان جراحيا هي مشاكل حميدة ولكن قد تترك آثارا يصعب أحيانا علاجها بالطرق الجراحية إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حديثنا في جزء الثاني عن أمراض الحنجرة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر